المكرونة المحمرة دي زي ما قلت مشهورة قوي كمان في واجه بحر بتتعمل في الأفراح وبتتعمل في المناسبات تلقوم كده دايماً لما تخش فرح تلقوم عابلين المكرونة المحمرة وجنبها اللحمة والصلطة وتلاقي بقى الصفرة ايه؟ ما شاء الله مشكلة فدي سهلة قوي وكمان في نفس الوقت انت النشا بتاعها بيتحرق ببقاش فيها نشا كتير بتحمريها كده في معلقة زيت مع حتة زبدة او زيت دورة بس خفيف على حسب ما تحب عندك شربة ممكن تشيها بشربة ولا حيل خلا شواتي النعناع اللي يفرحوا القلب دول شاء الله تسلم يا عم قادري دا انت لما تيجي بكرة هتلاقي الناس كلها مستنياك بالخضرة الحلوة تحتك دي جابلي برضو شواتنعناع يفرحوا القلب هم علقتهم في الشباك يا ستة عزة يا عزة حالو حالو ازايك يا زوزة حالو اللي انت عامل ايه يا ماما غالية ان شاء الله تسلمي يانا النهاردة عاملالك بقى جيني عشان لما تعمليه تخلي ماما تعملهولك تقولي البيجي بيجي ترتور حمادة بيروح وييجي حالو عاملالك يا اختي كل حاجة حلوة انت اخبارك ايه تمام الحمد لله يلا النهاردة عودي قدامي التلفزيون لاخر الحلقة عشان هحكيلك حدوتها حلوة وهنغني مع بعض حاجات حلوة ميه اوعي تقومي لا عزة القدمي ان شاء الله وزبري كمان شوية بقى هتلاقي الكتاكيت بطاعة تلعت وجبهملك في القفز بس هم لسه ما تلعوش احنا عالدين الكتاكيت عندكم كتاكيت اه شرياهم ولا الفرخة فأساهم لا شرياهم شرياهم بلدي ولا مزارع بلدي الله ينور عليك البلدي يوكل اه عندك كم واحد معرفتي بقى باج انت خايفة من الحسد تعرفي تقولي كان عندنا كتكت وكبر اه كان عندنا كتكت وكبر في عين العدو يا حبيبتي شرفتين يا امر ايه تخدو اختي عزة تكلمت هاتهال اهلا يا سيتك كله تشرف باسمك اسمي هيبة اهلا لا انا مخطوبة بقى طيب خلاص بقى اللي سبع كال النبع اه ماشي استغالي ربنا يتمملك بخير ونجي نعملك الباسكوت والحاجات الحلوة بتاعة الفرح ان شاء الله يا استغالي ويبعدين ستعزميني في الفرح لا ده اكيد ان شاء الله شاوري بس كده قولي يا سيت غالية تلاقيني عندي ماشي استغالي شرفتين يا امر مانا يخليك استغالي مع الف سلام بعد ما بتتحمل المكارونا واتشيها بالطماطم اديها ملح وفلفل واسيبيها اول لما تشرب الطماطم تزوديها بقى تزوديها العقد المعقول يا شوية شربة يا شوية مية لو عندك شربة خر وبركة ما عندكش يبقى شوية مية مفيش مشاكل بس لو هتحط شربة رأي ان الشربة بيبقى فيها ملح لو هتحطي مية زي حالتي مفيش مشاكل نحيقها بالملح والفلف عبال ما تشرب هي كده وتتسبك ونيجي نزودها هننقلها النحية دي هننقلها كده عشان نقلي بقى الكبدة الكبدة بعد ما تعملها بالردة سيبها شوية عشان خاطر تشرب الردة والردة تبقى لبدة فيها ما تقوم ما تنزل في الزيت ما الردة ما تعمش منها وتفصل يعني بعد ما تتعديها الملح والفلفل والكمون والبهارات ونص لامونة والتبليها كويس بفاص الطوم نزليها في الردة واركنيها شوية تقوم لما تنزل في الزيت تبقى الردة لبدة فيها وما تقعش ودلوقتي بقى على السيرة الحلوة والاكل الحلو تعالوا نشوف بقى أمو عمر يعني ست زال فل وعلى الأغاني الحلوة هنغرب بقى المقارونة ونعمل البيجي بيجي طرطر حمدى بيروح وييجي على قد بقى كده هكلمك بقى أقولك كلمتين يا عم محمد دلوقتي على قد يعني على قد غالية ده انت كلامك كله عسل كل كلامك حلو كله حكم والله يا حاجة غالية عارف المثل اللي يقولك دنيا تسد عدوك يتهد؟ صح